بدى واضحا عن التصويت من قبل الناخبين في الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة التونسية في 2011 انتخابات تأتي في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به البلاد كما تأتي في ظل حال من ترد المناخ العام ووجود أزمة ثقة بين الناخبين الشبان والأحزاب بحسب الجمعية التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات كما تأتي الانتخابات البلدية التونسية وسط مناخ من الاحباط في دول الربيع العربي بسبب الانتخاسات المتوالية للثورات في تلك الدول وعودت الانظمة القديمة إلى الحكم بصورة أو بأخرى الأمر الذي ربما يجعل من تونس استثناء في دول الربيع العربي لسيما بعد أن عكست نتائج الانتخابات صورة ديمقراطية قل ما تتكرر في العالم العربي رغم ضعف الإقبال على التصويت فلقد تراجعت إلى المركز الثاني حركة نداء تونس التي يتزعمها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بنسبة 21% بينما تصدرت حركة النهضة النتائج بنحو 29% من أصوات الناخبين في حين حصل مجموع القوائم المستقلة على 32% ما يعني أن أي قوة سياسية لن تستطيع الانفراد بالقرار وهو الأمر الذي يكشف عن وعي الناخب التونسي وانحيازه لسياسة التوافق والتوازن السياسي في البلاد وبحسب مراقبين فإن التونسيين يرسلون عبر تلك الانتخابات رسائل هامة إلى الداخل والخارج أولها أن تونس سائرة في الاتجاه الصحيح نحو استكمال مسار الانتقال الديمقراطي رغم ما يعترض ذلك من عقبات كما أنها رسالة للداخل تؤكد أن لا عودة إلى زمن انفراد أي حزب أو قوة سياسية بالسلطة